بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم إخوة العزاء متابعي ومشاهدي القناة في هذا الفيديو سأحدثكم عن المعدن الأصفر الثمين وهو الذهب أنتم تشاهدون الآن صورا لحجارة خام من الذهب أو حصي من الذهب بأشكال وأوزان وقياسات مختلفة كما تشاهدون هذه الحجارة والحصي وجدت بشكل ذهب حر أو وجدت عليها ترسبات من الكالسيت أو الكوارتس أو ترسبات لأملاحة معدنية أخرى لقد عرف الإنسان الذهب منذ القدم ونتيجة لندرة الذهب والاستخدامه في صناعة الحلي والمجوهرات فقد نال ثمنا باهظا منذ القدم واستخدمته الحضارات والمجتمعات البشرية في صك العملات الذهبية لتسهيل التبادل التجاري بين المجتمعات البشرية والحضارات البشرية الذهب كما يقول العلماء منه ما تشكل في باطن الأرض ولكن الذهب الذي تشكل في باطن الأرض بقي معظمه في الجوف الكرة الأرضية في مركز الكرة الأرضية في الكتلة الملتهبة السائلة نظرا لأن الذهب هو من أثقل العناصر لذلك بقي في مركز الكرة الأرضية السائلة أما الذهب الذي وجد في سطح القشرة الأرضية فهو غالبا ذهب متشكل في النجوم ووصل إلى الأرض عن طريق تساقط النيازك والمذنبات التي كانت تحمل الذهب معها هذه النيازك والمذنبات تساقطت بملايين ومليارات الأعداد منذ مليارات وملايين السنين من عمر الكرة الأرضية الذهب عادة يتشكل في سطح القشرة الأرضية مترسبا على عروق الكوارتس والفلدسبار مشكلا عروق الذهب وهو ما يتم استخراجه في المناجم التجارية التي يتم فيها استخراج الذهب في جنوب أفريقيا وغيرها من البلدان كذلك أحيانا يوجد مترسبا على عروق أو صخور الكالسيت وأيضا يمكن أن يتحرر الذهب من عروق الكوارتس والفلدسبار فتحمله مياه الأمطار والسيول والأنهار يستقر في قاع الأنهار والجداول المائية والسيول المائية ومنهما يوجد بشكل تبر مختلط مع التربة في قاع الأنهار والسيول مشكلا مع التربة الناعمة ما يسمى بتبر الذهب لذلك فإن هذه الحجارة والحصي التي ترونها يتم البحث عنها في قاع الأنهار حيث يتم غسل الطبقة التربة التي تقع فوق الطبقة الصخرية التي تقع في قاع الأنهار والمجار المائية نظرا لأن الذهب هو من أثقل العناصر فإنه سيغوص إلى القعر ويستقر في القعر في الطبقة التي تكون فوق الصخور مباشرة وعلى ضفاف المجار الأنهار والسيول حيث يحدث ركود للجريان المائي فيحدث ترسب لحبيبات الذهب أو لحصي الذهب في ذلك المكان في هذا الفيديو سنناقش فقط الحجارة أو الحصي الذهبية التي تشاهدونها والتي هي بالأساس ناجمة عن تفتت وتحرر الذهب من صخور وعروق الكوارتس والفلدسبار وحمله عبر مياه الأنهار والسيول ليستقر في قاع الأنهار والسيول والمجار المائية كما تشاهدون وأيضا يتم البحث عنه في التربة البيضاء المائلة للحمراء والتي هي في الأساس قيعان لأنهار قديمة جفت لكن البحث في هذه التربة يتطلب عادة استخدام أجهزة الكواشف المعدنية إخوتي الكرام إن أكبر الحجارة الذهبية التي تم إيجادها وجد عام 1983 في منطقة بيبيتا في البرازيل حيث كانت هذه الكتلة بوزن حوالي 56 كيلو جراما يمكننا تمييز الذهب من خلال معرفة كثافة الذهب الذهب من أثقل العناصر وتبلغ كثافته 19.3-2 أما قساوة الذهب فهي تتراوح من 2.5 إلى 3 لذلك يمكن بقطعة نحاس خج الذهب حيث أن النحاس قساوته تبلغ 3 على مقياس موس في نهاية هذا المقطع أرجو أن يكون المقطع قد حاز على إعجابكم إذا أعجبكم المقطع أرجو الضغط على إشارة لايك وسبسكرايب للاشتراك في القناة لمتابعة كل ما هو جديد لنا من مقاطع وأيضا لمتابعة مقاطعنا القديمة وتشجيعا لنا لإعداد المزيد من الفيديوهات التي تتعلق بعلوم الأحجار الكريمة والمعادن والعلوم الأخرى المتنوعة إلى أن نلتقي في مقاطع أخرى بإذن الله عز وجل بأمان الله وحفظي أستودعكم السلام عليكم